و بمواصلة تقليب صفحات الحقوق والواجبات أوضح الدكتور محمد عطي يزبارت نقيب الأكاديميين العراقيين في صالح الدين أن عمل النقابة يهدف إلى الارتقاء بمكانة الأستاذ الجامعي والدفاع عن حقوقه في المجتمع وأكد في لقاء خاص أن حجم التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة التعليم العالي كبير جدا من أجل النهوض بواقع التعليم والحفاظ على رصانته في البلاد وذلك ضمن معايير الجودة والتصنيف العالمي المعتمد نقابة الأكاديميين فرع صلاح الدين هي الارتقاء بالواقع التعليمي والارتقاء بمكانة الأستاذ الجامعي في الجامعات العراقية ولاسيما في صلاح الدين وتعزيز مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بواقعهم التعليمي والدفاع عن حقوقهم ولا يستحقونه في المحافظة أو في الجامعات العراقية نحن نعلم الآن مع قطاع التعليم العالي في سبيل النهوض بواقع التعليم ورصان التعليم العالي والنهوض بالتعليم الذي جعله تعليم رصين ضمن معايير الجودة العالمية وضمن التصنيف العالمي والوقوف مع الأساذة وحتى مع الطلبة في سبيل هذا النهوض